استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية جاء ذلك بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أجرى سامح شكري وزيره خارجية اتصالا هاتفيا مع نظيره تركي هاكان فيدان تناول الاتصال مستجدتي وخطورة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وفي الوقت نفسه حذر شكري وفدان من مخاطر اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة على خلفية التصعيد الإسرائيلي اللبناني وما يمكن أن يؤدي إليه من تبعات خطيرة للغاية قد تخرج عن نطاق السيطرة التقى المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور التقى وفد مجموعة الحكماء برئاسة الرئيسة السابقة لجمهورية أيرلندا ميري روبنسون وعضوية الأمين العام السابق للأمم المتحدة ونائب مجموعة الحكماء بانكيمون بحث اللقاء استراتيجية فلسطين في المحافل الدولية لوقف العدوان وتوفير المساعدات بالحجم المطلوب في قطاع غزة ووقف التهجير القصري وكذلك الجهود فيما يخص الاعترافات بدولة فلسطين وعضويتها بالأمم المتحدة وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية والتوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئ فلسطين وصل جيش الاحترال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن ست غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة ببلدة عبثان الشرقية مدينة خان يونس ما أصفر عن شهداء ومصابين كما استهدفت غارة إسرائيلية منزلا بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة صرح وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالنت أن الجيش الإسرائيلي قادر على إعادة لبنان إلى العصر الحجري في أي حرب مع حزب الله اللبناني وأضاف جالنت أن إسرائيل تفضل حلا دبلوماسيا للوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان في الوقت نفسه قال جالنت أنه ناقش مع كبار المسؤولين الأمريكيين خلال زيراته لواشنطن ناقش مقترحته لليوم التالي لحكم غزة بعد الحرب ويشمل فلسطينيين محليين وشركاء إقلميين والولايات المتحدة لكنه وصف العملية بأنها ستكون طويلة ومعقدة قال مصدر بقوة الاحتلال للقناة الثانية عشر الإسرائيلية أن إسرائيل قد تضطر إلى اتخاذ خطوة تصعيدية قوية للغاية في لبنان وأوضح المصدر أن الجيش بدأ بتدريب الجنود الذين نقلوا للشمال استعدادا للقتال في بيئة مركبة ومناطق مأهودة ألقت السلطات البوليفية القبضة على القائد العسكري خوان قصي بعد ساعات من اقتحام عسكريين للقصر الرئاسي وأفدت رويترز بأن مركبات مضرعة وعسكريين بوليفيين بدأوا الانسحاب من محيط القصر الرئاسي بعد أن عين الرئيس لويس آرس قادة عسكريين آخرين كما أمرت القيادة العسكرية الجديدة بعودة القوات أدراجها في حين أدنت المحكمة العليا ما اعتبرته هجوما على الاستقرار الديمقراطي في البلاد تبدأ اليوم أول مناظرة رئاسية لعام عشرين أربع وعشرين بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس السابق دونالد ترامب تستضيف قناة CNN المناظرة التي تعد الأولى في تاريخ الولايات المتحدة بين رئيس حالي بالغ من العمر واحد وثمانين عاما ورئيس سابق ناهذ الثمانية والسبعين عاما اشتركوا في القناة